اشتركوا في القناة التوثيق وهنشرح برضو بعض النقاط المهمة بالنسبة للتعديل والميكانزم الجديد اللي ظهر قصاتكم دوت وهنوضح نقطة مهمة بالنسبة للناس وهنبدأ بالنقطة ديت وهي ان المشروع دوت والعملة ديت ما هوش امر بسيط لان الناس ناس كتير بدأ يتزهق وبدأ يتمال فحبي بقول لكم مشروع هو مشروع كبير جدا 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 بناء عملة رقمية بميكانزم تعدين جديد او بطريقة تعدين مختلفة عن باقي العملات هو اول مرة يحصل على العملة ديت وعلى الاسكيل الكبير دوت او على عدد المستخدمين الكبير دوت في الامر مش بسيط طبيعا ان الكويسي يتأخر شوية وخصوصا يعني نفتكر ان اللي شغال على المشروع دوت ما هو الشركة مثلا لا ده هو افراد هي اللي شغالة هي اللي بتصمم وبتطور المشروع دوت وعلى امل ان شاء الله التوصيق هيجي امتى ووديها بسيط العملة وكل الكلام دوت انا اتكلمت عليه وطلعت لايف وجوابت على اسئلة الناس هسيب لكم لينك لايف في الديسكريبشن او في وصف الفيديو دوت ايبوا شوفوه اه خلنا نتلوقتي نتكلم عنه للشيكليست او الحاجات اللي انت المطلوب منك تعملها قبل استحقق من الهوية او توثيق اه الهوية فاثناء ما احنا بنعمل كده عايزك تنزل تحط لايك وتدعمنا وتشترك في القناة وبرضو تشترك في قناتنا على التليجرام عشان بنجاوفيها لجميع اسئلة الناس هندغط على الثلاث شرط اللي على الجنب كده وبعد كده هنروح على حاجة اسمها المين نت اول ما هنروح على المين نت هنلاقي هنا في خيارات اللوك اوب وحاجات كده احنا اتكلمنا عنها برضو في اللايف هنخش دلوقتي على حاجة اسمها المين نت تشيكليست اللي هو ده كده المين نت تشيكليست هندغط عليه هنلاقي في عندنا خطوات معينا لازم نكون عاملينها قبل الكويسي واول خطوة هي ان احنا نكون محملين تطبيق الباي براوزر لو انت مش محمله تأكد انك تعمله التطبيق باي براوزر اللي هو اللي انت شايفه ده كده ده كده اسمه تطبيق الباي براوزر هسيب لك اللينك بتاع التطبيق دوت في جوجل بلاي تأكد ان انت هتحمله طيب هتحمله ليه هتحمله عشان تعمل حاجة اسمها محفظة باي نتورك والمحفظة ديات احنا شرحناها وكلمنا عنها ازاي بتقدر ان انت تعمل المحفظة ديات وهسيب لكم لينك انشاء المحفظة من التليفون اسيب لكم اللينك فيه الوصف انشاء المحفظة طبعا بيتم عن طريق ان انت بتحمل تطبيق باي براوزر وبعد كده بتيجي على كلمة باي براوزر من هنا من التطبيق وبعد كبتضغط sign into باي براوزر بيفتح معاك على التطبيق باي براوزر على طول وبعد كده بتبدأ ان انت تنشئ من عليه المحفظة زي ما شرحنا فيه فيديو سابق قبل كده تمام هنخش ونكمله للشيكليست تاني حاجة ان انت هتتصنع اقولنا لايه المحفظة بعد كده حاجة اسمها confirm your wallet وديتي هي الحاجة اللي معظمنا لسه ما عملهاش وهي ديتي يعتبر الحاجة الجديدة اول ما هتضغط على علامة الصحة هنا ديت كده او او تضغط على اه هتضغط على رقم ثلاثة عفوا هتضغط على رقم ثلاثة ديت كده نفسها هتضغط على رقم ثلاثة ديت اول ما هتضغط عليها هنا كده على السه هيقول لك دخل الباسورد بتاعك طيب الباسورد دوت بيكون عبارة عن ايه بيكون عبارة عن عشرين او اربعة وعشرين كلمة بتحطوهم هنا طيب المفروض ان الاربعة وعشرين كلمة دولات انت حافظهم عندك قبل كده ساعة ما عملت المحفظة انت حافظهم اي يعني مش هيلهم في مكان ما وبتبدأ ان انت هتضيفهم هنا وتضغط وساعتها الولت بتاعتك هتتأكد او المحفظة بتاعتك هتتأكد ولما اه تعمل الفلوس بتاعتك هتحول على المحفظة ديت طيب لو انت مش فاكر كلمة سر هتعمل ايه هتضغط هنا الزرور اللي تحت دوت create a new wallet هتضغط عليه او انشاء محفظة جديدة وهيديك كلمة سر اول ما هتضغط عليها يجريها جاية اعطيك كلمة سر كده عبارة عن 24 كلمة زي اللي موجودين قصادكم دولت موجودين دولت مثال بس لكن ما هو ماش كلمة سر بتاعت اي حد فاول ما هتضغط create a new wallet هيبدأ ان هو يديك كلمات كده تجريها جاية اعمل لها كوبية نسخها وحافظها في النوت عندك او حافظها على الكمبيوتر او كاتبها في ورقة او اللي انت عايزه براحتك المهم ان انت تحتفظ بال 24 كلمة دولت عشان لما ييجي اه اه عشان بعد كده تيجي تضغط confirm your wallet وتضفهم هنا وتعمل confirm your wallet وعشان لما تخش على المحفظة في اي وقت بعد كده هتخش به ال 24 كلمة فانسخهم وحطهم عندك على الموبايل تمام طبعا هو انا عملت بالفعل دخلت كلمة سر بتاعتي وكتبت confirm your wallet فقال لي تمام كده ودوت ال wallet ادرس بتاعي طيب بعد كده اول ما هتضغط عليها هيقول لك اكد اللي انت عايزه هتلاقي فيه تحت عندك هنا كده تلاقي فيه كلمة انا طبعا خلاص عملتها وغالبا موظمكم كمان عملها فبيقول لك يعني اتأكد من وكمة عليه يعني انفزه اول ما هتضغط عليه خلاص ما فيش رجوع يعني انا هنا ضغطت على كلمة اه كمت فخلاص انا مش مش بايد ان انا اه اعمل اي حاجة اه غير ان انا اغير الكمة منت بتاعي لو انا عايز ولكن اه طول ما انا ما 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 غيرتهش يعني فهو هيفضل ثابت ويعترف بيه طيب الكمة منت دوت هيبدأ امتى هيبدأ من بعد ما اعمل الكويسي مش هينفع اغيره تاني ولكن حاليا ينفع ان انا اعدل عليه بس بعد ما اعدل اضغط على اه كمت منت تاني عشان يتنفز معي اه انا طبعا عمله تسعين في المية لمدة اسبوعين وشرحت ليه انا عمله كده في البس طبعا كل الناس تعمل اللي هي شايفها صح اه اكلمت عن الموضوعات في البس فتأكد ان انت هتفرج عليك فانا هضغط دلوقتي كمت منت ازاي ما هو اللي انا عمله اللي هو تسعين في المية لمدة اسبوعين وانت عمل اللي انت عايزه بروحتك اه او ما تعملش خالص اه انت لو عايز ما تعملش خالص وما تحجزش اي فلوس هتضغط على علامة الصحة ديت هتشيلها كده يبا انت مش هتعمل اي او اي حكس وطبعا انا مرشحش كده طيب بعد كده الخطوة بيقول لك يعني اه لو اه ما جالكش يعني ايديت هتتفتح بيقول لك يعني هتتفتح قريب ان شاء الله ان انت لو عايز اه تطلب ان الكي واي سي يجي لك هيبدأ ان هو يجي لك ولكن اه دوت مش مفتوحها حاليا والكي واي سي المفروض ان هو شغال حاليا فانت المفروض ان انت بتفتح باي براوزر من هنا كده نفتح مع بعض الكي واي سي دوت باي واول ما بنفتح التطبيق دوت المفروض ان انت لو الكي واي سي متاح لك هيبدأ اصال لك هنا لو مش متاح لك اه هيبقى هيجي لك الرسالة ديت هتقول له اوكي وتجرب تخش ان شاء الله اه بكرة ولا حاجة يعني كل يوم مسلا انت بص مرة اه هو بيتفتح بتدريجين يعني بيتفتح مسلا النهاردة الميت واحد بكرة الكمال الميت واحد بكرة الميت واحد وهكزا اه فانت افتح كل يوم شوف لو جالك اعمله بالبطاقة بتأتي رغم قومي وشرحنا في فيديو ازاي تعمل اه الكي واي سي شرحنا الخطوات المطلوبة منك بالبطاقة بالبطاقة الرقم القومي يعني اه وهسيب لكم اللينك ده وبعدو فيه الوصف بعد كده رقم ستة بيقول لك استنى الكي واي سي رزولت طبعا الناس اللي هتحقق الكي واي سي اللي هيجي لها الكي واي سي وهتقدمه مش هيقول لها يعني مش هيتم التوثيقها في الحال لا هتستنى كم يوم وبال ما يقول لك تم توثيق الحساب تمام فا اول ما هتعمل الكي واي سي هتلاقي العلامة ديت عملت صح بعد كده هتستنى كم يوم بعد كده تلاقي العلامة ديت اللي هي رقم ستة ديت عملت صح يب انت كده خلاص وصلت بعد كده بيقول لك اه رقم سبع بعد ما اتحقق التوثيق ان شاء الله هيقول لك ادعو اصدقاء ادعو الفريق بتاعك الناس اللي انت دعتهم اه الناس اللي انت عملوهم دعوة يعني ودخلين بالكود بتاعك بيقول لك ادعوهم هم كمان عشان يعملوا الكي واي سي عشان اه انت مش هتتحصر على العملات بتاعتك الا لو هم كمان عملوا الكي واي سي تمام فدوت كده كان اللي تشيك لست عشان ما اتكلمناش عنه قبل كده وفيه ناس سألتني عليه اه فاريت الناس كلها تتأكد او تعمل لها الخطوة اللي غالبا لكل ما عملهاش هي الكمفيرمي والباي وليت تمام كده اه بالنسبة بالميكانيزم الجديد وديوت اخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو دوت اه دوت الشكل الجديد لالتعدين اللي هو النظام الجديد طبعا التعدين قال كتير عن اللي قبل كده فبيقول لك ان التعدين بتاعك فيه عندنا بايز ريت وبوستورز وليورد اه البيز ريت دوت دوت المعدل الاساسي اللي الناس كلها حالات شغالة بيه اللي هو اتنين من مية اه باي في السانية في في الساعة البوستورز ديت البوستورز ديت هي الحاجات الزيادة طبعا البزريت دوت بتغير بزريت بيتغير كل شهر كل شهر بيتغير العدد الاملات الاساسية اللي كل الناس بتاخده البوستورز ديت حاجات خاصة بكل واحد يعني اله هو اعمل سيكوريوت سيركيل ولا لا اللوك اوب اعمل حاجز الكميئة دي كل ما بتزود في اللوك اوب كل ما بيزيد معاك اه كمية الباي اللي بتتعدين فانت لو عايز تزود اللوكوب بتاعك هتعمل وهتزود اللوكوب وبالتالي هزيد التعديل فعشان كده برجح لكل الناس انها هتعمل اللوكوب وما تقفلوش يعني لانه هو هيزود التعديم بتاعك. طيب بعد كده بيقول لك اه الريفرال تيم انت ادعي كم شخص وكل شخص دوت بيديك كزا ديات الحسابات بيعرفك انت في الاخر النتيجة النهائية للتعديم بتاعك بيكون قد ايه? لان انت لما بتعدل بكمية معينة اه بتتغير معاك كل شهر وكل يوم على حسب اه انت دعي كم شخص وعلى حسب انت اه عمل لوك اوب قد ايه وكم واحد عندك في دايرة الامان وكل التفاصيل ديت موجودة عندك هنا بالارقام عشان تكون عارفها ولو عايز تزودها بتضغط على كلمة انكريز دوت عشان تزود مثلا لوك اوب بتاعك او عشان تزود الاشخاص تدعي اشخاص جديدة وكده وفي عندنا حاجتين جدات حاجة اسمها النوت بونس واليوتوريتي يوسيج بونس الحاجات ديت لسه اه مشتغلتش او لسه ما هيش ستيبل حاليا اه ولكن هيكون في اه بونس او التعديل او عملات اه زيادة كل ما تفتح تطبيقات على باي براوزر اكتر اه وتستخدمها اكتر هيكون ليك عملات اكتر والنوت بونس اول ما هتحمل تطبيق اه باي نتورك على الكمبيوتر بتاعك هيكون عندك اه بونس برضو زيادة او عملات زيادة ولكن الكلام ده كله حاليا لسه ما ليوش لازمة اه فانا انتظر ومن استعجلش عليه ودوت كانت الصفحة عشان الناس كلها كانت بتسألني عليه اه وبس جاء تمام هسيب لكم كل اللينكات في الوصف لينك اللايف ولينك ازايتين شيء محفظة اه كل الكلام دوت هتلاقو في الوصف ان شاء الله واتمنى انكم تكونوا استفادتم وما تنسوش تعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشتركوا كمان في قناتنا على التليجرام عشان تتابع عليها ولو عندك اي اسئلة برضو تسألها لنا وبكده نكون خلصنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته